سلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله أزل في الله نحن اليوم السبت 29 جوان يونيو 2011-2019 والساعة في الحقيقة الآن هي منتصف الليل و3 دقائق أنا شديد الاعتذار بتوقيت الجزائر أنا شديد الاعتذار لأني كنت في لقاء مع بعض الأفاضل اليوم وكنا بعدين تعشينا إلى آخره وكان الوقت أخذ وقت طويل يعني فأنا شديد الاعتذار لكم لكن إن شاء الله رأوا الصيف ونستصهر واللي ما شافوش اللايب اليوم يشوفوه غدا بإذن الله في أي وقت نسبه لكن حبيت مع ذلك أن ندير اللايب كما تعودنا كل ليلة إخواني اليوم طبعا ممكن نتذكروا جميعا الزكر السبع وعشرين لاختيال محمد بوظيف رحمه الله الرئيس محمد بوظيف قد نقول له الرئيس رئيس مجلس العلال الدولة يعني بغض النظر على الظروف اللي جاء فيها لكن يبقى الطريقة اللي مات بها محمد بوظيف طريقة اللي اختيل بها أمام العالم وهو الرجل اللي كان جاوز سبعين سنة كانت 72 سنة كانت طريقة صادمة وكانت فاجعة وكانت بداية إذا حبينا لفتح الباب الجحيب على الجزائريين كان كما قلت اليوم في لقاء فرنسا دايما السؤال اللي نطرح عن نفسي واللي طرحته عدة مرات عندي بعض الإجابات لكن أعتقد أنها دايما تبقى مش كاملة هو كيفاش محمد بوظيف اللي رفض العرض اللي تقدموا له اللي قدموا له أنا ذاك جيش الحدود عن طريق بوتفليقة بالمناسبة اللي أرسلوا إلى السجن يسمى سجن لسانتي حيث كان مسجونين اللي عرفوا بالزعامة الخمسة وهما أحمد بن بلى ربح بيطات أي تحمد وبوظيف الخامس اللي كان معاهم في الحقيقة فقط جاء معاهم خطعا يعني لم يكن من الزعامة الخمسة كان سكرتير يشتغل معاهم كسكرتير لكن مهما كان موجود معاهم نسيت اسمه لأني ذكره لما أرسل بومديين بوتفليقة لكي يعرض الرئاسة على هؤلاء أول واحد التقى به حسب بعض الشهادات هو بوظيف عرضوا الرئاسة على بوظيف لكن بوظيف غضب بشدة وقال له من أنتم حتى تعرضوا علينا الرئاسة من أنتم من هو هذا بومديين من هي قيادة الأركان هذا قرار يتخذ الشعب الجزائري والآن في حكومة مؤقتة ونحن ما نقبلوش نجو على على ظهر دبابة وكان أرد أي تحمد نفس الرد لكن بنبلق بل هناك من يقول أن بنبله كان ثاني في القائمة هناك من يقول كان ثلث بغض النظر بنبله وأحمد بنبله واللي قبل لكن أي تحمد وبوظيف فرفضوا العرض وقالوا بأن ليجي رئيس لازم يختار الشعب الجزائري شفتون القضية هذه عمرها أكثر من هذا الكلام في الواحد والستين الآن نرغم في الالفين وتسعة عشر ثمانية وخمسين سنة ما زالت الحال القضية لم تحل ما زال الرئيس لا يختار الشعب الجزائري وما زال معركة اليوم بتاع الشعب الجزائري مع كمشة الجنرال والجنرالات اللي رأي في البلاد حاكمة اليوم بعد أن أطاحت بالعصابة كما سمتها هما المشكلة اليوم كلها هل يختار الشعب الجزائري للرئيس القادم أم يختاره الجنرالات كما تعودوا الضباط الكبار كما تعودوا ومقتل بغضياف السبب الرئيسي ولماذا قرر الآن الناس متفقة جميعا على أن اللي قتلوه ومن اللي يجابوه حتى سيد حمد غزالي اللي كان رئيس وزراء آنذاك قال بأن لما رحنا ندفنوا بغضياف الناس كلها الشعب الجزائري كله كان يقول اللي يجابوه ومن اللي يقتلوه أبناء بغضياف ابنه بشكل خاص زوجته وكثير من اللي يشتغلوا معاه كلهم متفقين على أن بومو عرافي اللي رحمزان المسجون لم يكن إلا المنفذ للاغتيال اللي قررواه كبار جنرالات مش رح ندخل في تفاصيل كثيرة عن الموضوع هذا لعل اللي كنت تحدثت عليه من قبل ربما في قنوات أو في لايفات من قبل في سنوات قادمة لكن النقطة اللي تهمني هنا في الموضوع خاصة اليوم رح الوقت متأخر مش حاب نطول هو أن بوضياف لما أراد أن يصبح رئيس طبعا جابوه في 16 جنبي بعد أن رعوا انتقابات تاع السبعة وستة وعشرين ديسمبر وأعطاحوا بشادلي بن جديد وجمدوا الدستور وألغوا البرلمان وقالوا كل هذه وألغوا الانتخابات هم يداروا كل هذه الأشياء بعد يقول لك وقف المصار الانتخابي كيفاش وقف المصار الانتخابي لو كان كان وقف المصار الانتخابي فقط لو كان ما أعطحتوش بالرئيس استقيل أوقيل استقال هذا كله نقاش وحد آخر لكن المهم ذهب الشهد بن جديد وكان رئيس على الأقل كان رئيس وكان يقول بأنه سيبقى في الحكم قبلها بعشرين وكان ما جمدوش الدستور أيضا لو كان كان فقط وقف المصار الانتخابي لا كان انقلاب ثلاث الأبعاد المهم هذا ليس موضوعنا اليوم الموضوع هو أن جاء محمد بوضيف الذي رفض السلطة عندما كان عمره 42 سنة ورفض يجاء على دبابة جيش الحدود جاء على دبابة جنرالات فرنسا كابرانات فرنسا هذه طبعا خطيئة كبرى ودفع محمد بوضيف ثمنها ثمنها غالي لكن لماذا قتل لماذا قتل هم اللي جابوه بشديره رئيس لماذا قتلوهم بعد لأنه أراد أن يكون رئيس لأن محمد بوضيف بالرغم أنه كان رئيس المجلس الأعلى وكانوا معه ربعة في المجلس الأعلى بما فيه نظار لكن أراد أن يكون رئيس للمجلس الأعلى وأن لا يكون نظار هو الحاكم الفعلي وهو يكون خضرة فوق الشعر كما يقال المثل هذا هو الذي أدى إلى قتل محمد بوضيف طبعا الأسباب المباشرة هي ثلاث أربع أسباب كان سبب الفساد وبداية محاربته للرشوة وبداية اعتقاله لبعض كبار البارونات كان سبب ثاني بداية إطلاق بعض الإسلاميين اللي كانوا اعتقلوهم بالآلاف واللي كانوا وضعوهم في الصحراء فبداية يطلق جزء منهم في العيد الصغير آنذاك أو العيد الكبير لا تذكر جيد ثم كان قضية الصحراء الغربية والعلاقة مع المغرب إلى آخر كانت كل هذه القضايا تراكمت لكن أهم قضية في كل هذه الأشياء هو أراد أن يكون رئيس الجنرال قالوا لا نحن لم نجبناك لك الواجهة المدنية لنا نحن لم نجبناك انقلاب لنعطوك أنت أنك الذي تقرر لقررهم هذا هو الخلاف الذي كان بيناتهم طبعا لم يقالوا هذا مباشرة لكن كانوا بالأفعال مثلا محمد بوظيف كان عندما محمد العماري في آفريل يحتج وكان محمد العماري يومها قائد الأركان أو قائد القوات البرية لا تذكر جيدا مهم كان في منصب عالي جدا إما قائد القوات البرية أو قائد الأركان فقال محمد بوظيف أنا الرئيس أنت لا تستطيع أن تملي علي لكن محمد العماري طبعا بطبعه العنيف وطبعه الهمجي رد عليه بقباحة حتى ببذاء فمحمد بوظيف الرواية تقول أنه طرد وطلب من حارس الخاص أن يخرج مع محمد العماري ولما خرج مباشرة أصدر قرار بالإيقالته والإطاحة به نستطيع أن ترجع إلى جرائد ذلك الوقت في أفريل 92 ويجدوا هذا القرار يومها قال النزار خذوا محمد العماري عنده كمستشار باش يغطوا الموضوع في انتظار أنهم طبعا نفذوا الحكم لإعدام في محمد بوظيف الكارثة العظمى أنه بعد كل هذا الوقايع بما فيها مقتيل محمد بوظيف ما زال كاي الناس تعتقد أنها ممكن تتحايل مع الجنيرالات ممكن شفناها هذه شفناها في إسلاميين شفناها في ديمقراطيين بين 36 قوس شفناها كلهم حاولوا يعتقدون أنهم سيتحايلون على الجنيرالات وأنهم في النهاية هم اللي يخذوا الحكم لكن كلهم تلعبوا بهم الجنيرالات كلهم بل وجدنا أن الجنيرالات حينما اختلفوا مع الجنيرال منهم وهو الجنيرال زروال ضغطوا عليه بشدة باش استقال والضغوط كانت بفضايح رهيبة في صيف 98 ضد مستشاره العسكري محمد بتشين وضد وزيره للعدل آنذاك آدمي اللي انتهى به الأمر أنه أصيب بجلطة وبعد ما خرجوا له فضايح أخلاقية رهيبة وأيضاً في صيف 98 ارتكبوا مجازر هائلة هائلة في محيط العاصمة عن طريق الجية بطبيعة الحال باش باش زروال يرمي المينشافة وبالفعل أرمي المينشافة في 11 سبتمبر 98 واستقال المشكلة تعلق الشعب الجزائري والمعركة الكبرى هي هل الشعب الجزائري قرر من يحكم أم يقرره كبار الضباط هذه القضية منذ ما قبل الاستقلال وهذه القضية التي نتحدث عليها يوسف بن خد في فيديو شهير في 62 يقول في هذا الفيديو هناك عقداء وراء الحدود إنهم ينتظرون لكي يسطع على الحكم إنهم يفكرون مثل عقداء ومثل جنرالات أمريكا اللاتينية يريدون طغمة عسكرية هذا الذي كان هذا الذي كان المعركة الكبرى هي الطغمة العسكرية الطغمة العسكرية التي تحكم ولكن هل تسأل هل نهار شفتوا فيما يسمى بالبرلمان أو مجلس الأمة أو مناقشة مثلا ميزانية وزارة الدفاع مناقشة أين تذهب 25% من ميزانية الدولة ميزانية الشعب 11 مليار دولار للعام الماضي ما فيش واحد يقدر يسأل حتى نقيب أين ذهبت الأموال ما فيش واحد يقدر يسألهم كيف تتصرفون في البلاد أين تشترون السلاح لماذا تشترون هذا السلاح ولا تشترون الشرائح لا ما فيش رقابة ما فيش رقابة على أي شيء بل أنهم هم الرقاباء على المجتمع من بين آخر أشياء هم أنهم حولوا الجهة التي كانت يقولون أنها تراقب الأنترنت في الجزائر من وزارة الداخلية أو وزارة العدل حولوها إلى وزارة الدفاع آخر شيء هو أن الأنترنت ستكون تحت الخضوع التام لوزارة الدفاع المخابرات لأن المخابرات أيضا حولها قاعدنا حولها قاعد صالح مباشرة بعد الإيطاحة ببوتفليقة أو شقيق والمجموعة اللي معاه حولها من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدفاع بقرار غير دستوري غير دستوري إطلاقا وغير شرعي إطلاقا يعني كيف تحول جهاز هام كان تحت سلطة معينة إلى سلطتك مباشرة هكذا فعل هاي المشكلة هاي المشكلة اليوم ومشكلة شعب جزائري ستظل إذا لم يستطع أن يجعل من الجيش جيش وليس بارونات انتع بيزنس وبارونات انتع سياسة وبارونات انتع انتع تدخل في كل شيء فإن الجزائر لن تخطو خطوة إلى الأمام وأن الجيش جزائري يبقى ضعيف مهما قيل ويقال في الكلام الفارغ لأن الجنيرالات الذين لا يهتمون بالسياسة وبالبيزنس وباليزافير عمرهم لا يهتموا بالعمل العسكري الحقيقي زي الجنيرالات لما يصبحوا مليارديرات ومليونيرات بالدولار عمرهم لا يقدروا ينتبهوا إلى عملهم العسكري ينتبهوا للبيزنس للإزافير للخرجة لكل شيء إلا العمل العسكري الحقيقي هاي مشكلة والمشكلة الأكبر أن حينما تحكمك طغمة عسكرية جاهلة متخلفة فإنها تعود بالبلاد إلى الوراء والجزائر للأسف أمرها 57 سنة اليوم في هذه المشكلة مرت سنتين ثلاثة ربما في وضع لبس به لكن طول عمرها الطغمة العسكري من الخلف تأتي بالرؤساء تطيح بالرؤساء تنزع الرؤساء تقتل الرؤساء هذا هو الوضع ولهذا تذكرنا اليوم محمد بوظيف يجب قيام حكومة مدني هذه جمهورية ماشي كازيرنا إذا ما خرجناش إلى هذا الموضوع ماشي كازيرنا اليوم أيضا اللي كان كبران أيام الثورة يعتقد يعتقل رائد أيام الثورة نوفمبري حقيقي لاخذر بورقع رائد من الرواد الحقيقيين من المقاتلين الحقيقيين من الجيش التحرير الداخل الوطني الحقيقي الجيش التحرير الوطني الحقيقي العيلان لاخذر بورقع كان في قلب المعارك المدية البليدة ضواحي العاصمة ضواحي الشلف ضواحي عند دفلة قلب للجروة يعني يعتقل اليوم الكبران قيد صالح كينجو الكبران مع احترامي الشديد يا ابناء الجزائر العرفاء اللي هما أساس الجيش الجزائري وفيهم كثير لأكثر ثقافة وأعلى ثقافة من بعض الجنيرالات وأنا لأبالغ فيه شيء أقول بعض العرفاء علمهم وفهمهم ودقتهم وشبابهم بعيد على بعض الجنيرالات بما فيهم كايد صالح اليوم أراه إيبات لاخذر بورقع بيت في السجن لاخذر بورقع هذه طبعا مش أول مرة يسجن سجنها في الستينات وأعذب عذابا شديدا ومرة الماضية أذكرت كتاب واغتيال ثورة لمن يريد أن يقرأ في هذا الصيف الصائف اليوم درجات الحرارة في بعض الأماكن في الجنوب بعض الموضوع في الجنوب تجاوزت الخمسين لمن يريد أن يقرأ فليقرأ كتب مثل هذا اغتيال الثورة كتاب من أروع ما يكون في الحقيقة لماذا يعتقل من يزعم هو وذبابه وكل المعتهين اللي رهم يدفع عليه اليوم لماذا يزعم أنه نوفمبري ولكن يعتقل جنيرال نوفمبري اللي هو حسين بن حديد كان من ضباط الثورة الحقيقيين ويعتقل رائد أيام الثورة رائد نوفمبري حقيقي لأنه باختصار بسيط قاعد صالح ليس لا نوفمبري ولا باديسي ولا أي شيء قاعد صالح يريد السلطة وأن يبقى في السلطة وأن يحافظ على ما نهبه هو وأبناءه وأصهاره وأصدقاءه وبعض الجنيرات معه وأن يظل يصنع الرئيس مش سمعناه قبل يومين يقول لك الرئيس القادم سيحارب الفساد إنه يعرف حتى ما سيفعل الرئيس القادم ولماذا أعتقل لخضر بورقعة لخضر بورقعة أعتقل لأنه قال أن الجماعة اختاروا رئيسهم والقضية قضية وقت فقط وريحين يجيبوا بعض الناس يدرون شوية فولكلور معارضين وكذا وقالوا ما قالوش وبعد الرئيس يخرجوه لخضر بورقعة أتكلم في القلب الشيء ولذلك أعتقل اليوم عمره أكثر من 84 سنة مجاهد نوفمبري كل هذا ما شفعلوا في أي شيء قلت بأن الرئيس معروف وأنهم جايبين إذن تسجن وتسجن متى أيام على ما يسمى بالاستقلال لأنه أقول ما يسمى لأنه للأسف لم يكن إلا استقلال الأرض أما استقلال الشعب فلم يكن الشعب جزائري مازال يطالب بتقرير المصير اليوم بعد 57 سنة ربنا نطالبه بتقرير المصير بكل أسف وألم بكل أسف وألم اليوم أيضا أريد أن أحدثكم على أمور هكذا السريع وإن كما قلت راني متأخر وأنا أسف منكم مرة أخرى اليوم فيه أمس في اعتقالات بالعشرات أمس كانت أسوأ جمعة في العنف وفي التضييق على المتظاهرين أعتقلوا العشرات ضربوا العشرات عنفوا العشرات وما زال بعض الناس رأم مسجين أخذوا بعض التليفونات للناس أخذوا شيئ كثيرة دخول البلطجية عندنا صور الآن ببلطجية سنضحها إن شاء الله على الصفحات بعض البلطجية بعض الضباط أو عناصر المخابرات باللباس المدني بعض العناصر الإرجي كل هذا لماذا لتكسير الحرك حاولوا تكسير المجموعات كلما كانت مجموعة كبيرة يدخلوا فيها باش يفرقوها كان فيديوهات لهذا نزعوا طبعا الراية الأمازيغية الثقافية بلا حدود وكان لحتى سجنوهم اللي رمس مسجنونين الآن يعني سجنوا مناظلة من الأرسي دي بسبب ذلك وآخرين ولكن أيضا نزعوا العالم الفلسطيني العالم الفلسطيني نزعوه لم يكتفوا بنزع العالم الفلسطيني عنفوا الناس اللي كانوا حملين العالم الفلسطيني وأضافوا لذلك تخيلوا ماذا الشعارات اللي كانت منددة بصفقة القرن اللي كانت منددة بمؤتمر المنامة الخياني اللي قايم به الإمارات والسعودية تحت إشراف صهيوني أمريكي قطعوا الشعارات واعتقلوا الناس وهدوهم كذلك قالوهم نذبحوكم بهذه العبارات بشهادات موجودة إذن لماذا قضية العالم الفلسطيني أيضا باش يقولوا لترامب ويقولوا لصهاينة الأرض سواء كانوا عربا أو يهودا أو غيرهم نحن معكم عاونونا عاونونا في هذا الحراك رأهم إلى جهز الشاب رأوا تتغير الأمور رأم سيدافعون عن قضايا الحق سيدافعون عن الشعوب المستضعفة سيرفعون أعلام الدول المستعمرة خاصة فلسطين وكل هذا نحن معكم نحن عملاء لكم نحن خوانا لهذه البلاد نتو مبرك عاونونا هنا نحو العالم الفلسطيني لأول مرة العالم الفلسطيني في أسوأ الحالات ما كانش يتنحى العالم الفلسطيني لأن الجزائريين حتى اللي ما هونش مهتمين بالقضية الفلسطينية يعرفون أنه شعب مظلوم يعرفون أنه شعب مظلوم لكن هذه المرة نزع العالم الفلسطيني في وقت الحراك في وقت الثور الجزائري في وقت الانتفاضة ينزع العالم الفلسطيني وتنزع الشعارات المنددة بالمنامة بانتمر المنامة وبصفقة القرن أو صفقة العار أو صفعة القرن هذه الحقيقة منتع النوفمبريين البديسيين كذب خداع يريدون أن يخادعون الناس طبعاً اللي فقط عنده القابلية للخداع هو الذي سيخدع أتمنى أن أخواننا نعرف بعض الناس كان عندهم شوية أمال كان عنده أن بعد واقعة سجن بورقعة بعد واقعة العالم الفلسطيني بعد واقعة عدة وقاع الآن أن يراجعوا أنفسهم وأن لا يغالط وأن لا يخادعوا أنفسهم ويعرفوا بأن القايد صالح كان دائماً خائناً للجزائر وكان دائماً في خدمة القوى الاستعمارية الصغيرة والكبيرة وكان دائماً مهرباً للمال وكان دائماً داخل في الصفقات وكان دائماً عابث يجب أن يرحل يجب أن يرحل هذا العابث طبعاً ما أزعجهم أكثر هي الشعارات القوية التي رفعت أقوى الشعارات منذ بداية الحراك هي الجمعة الماضية رفعت شعارات قوية جداً وقيلت أنشيت قوية جداً لكن قايد صالح قابلها بهذا العنف إذن الجمعة القادمة بإذن الله وهي الجمعة العشرين والجمعة خمسة جويلية ستكون الشعارات أقوى وسيخرج الناس أكثر وسيقولون لقايد صالح ما لم يسمحه من قبل قايد صالح هذا سيسمع ما لم يسمحه من قبل كل مرة يؤكد أنه ضد شعب جزائري أنه ضد الوطن أنه خائل الأمة بكل المقاييس وأنه في خدمة القوى الكبرى وفي خدمة دولة دولة الإمارات دولة الإمارات ستعاونهم في الأنترنت ستعاونهم كثير من الناس سيقولون لي صفحتك لا تخرج لنا حتى في أمريكا سأرسلوا لي الناس الصفحة يقول لي لا تخرج لنا نعم الصفحة لا تخرج لعدد كبير جدا منكم أنا مرات لكي تطلع للصفحة تأخذ وقت كي الناس تخرج لهم كي الناس لا تخرج لهم أنا مرات أحيانا سأخذ دقيقتين أو ثلاثة وهي الدور لكي تخرج لي صفحتي الخاصة لماذا؟ لأن الإمارات ستلعب لعبة رهيبة تغلق في الصفحة التي تقدر تغلقها تتكسر الأنترنت للجزائريين على الفيسبوك على تويتر على اليوتيوب واليوتيوب الذي سنكلم فيكم ممكن ينقطع الآن في أي لحظة لأن الإمارات عارفة بأن تحرر الشعب الجزائري يسترجع الأموال الآن من بين المصادر اللي يخبروني كي أن الآن عندهم تقييم عملوا تقييم في جهات معينة داخل الجزائر لما تكلموا عن الفساد ما الفساد هذا اللي رهم يحسبوا فيهم هناك تقديرات بأن أقل شيء أقل شيء هناك أكثر من مئة مليار دولار من أموال الجزائريين في الإمارات في الإمارات وما يحيط بالإمارات تهريب أموال ليس لوحي حدود طبيض أموال ليس لوحي حدود هذه الأموال جزء منها حولة فيما بعد بيضة وحولة إلى دول أوروبية وغيرها لكن أقل شيء لذهب للإمارات لدخل للإمارات ومر عبر الإمارات أو بقي فيها هو مئة مليار دولار أقل شيء إن شاء الله ستسقط هذه العصابة ومن بعدها تشوفوا ولما تشوفوا الوثائق وتشوفوا الأشياء هذه سترون هذا الدور الإماراتي المجرم في الجزائر يجب أن ترفع شعارات أكبر وأكثر الأسبوع القادم وغير الأسبوع القادم ضد هذه الدولة التي تريد أن تعبث في الجزائر كما تعبث في ليبيا وكما تعبث في مصر وكما دمرت اليمن وكما شاركت في تدمير العراق وفي تدمير سوريا وفي كل مكان في كل مكان كان هناك أيضا اليوم في النقاشات هنا في باريس مع كثير من أخواتنا وأخواتنا والحمد لله يعني أنا سعيد جدا باللقاء اللي نتلقيت بإخواننا وبالترحيب الشديد اللي لقيت عندهم وبالسعادة الكثيرة اللي أغمروني بها يعني ودرجة أني لم أستطع حتى أن يعني أنا يكون وقت باش ناخد صور مع الجميع وباش نتكلم مع الجميع صراحة كاين إمكانيات هائلة للجزائرين اللي ركهم في الخارج إخواني باش تعاونوا البلاد اليوم واحدة كم أثرت فيها كثير لا رجل أني حطيتها لاي وبتكلمت معها أمرأة فاضلة شابة يعني ممكن خمسة وعشرين سنة أو في ذلك الحدود مقعدة من أصحاب الحاجات الخاصة مقعدة على كرسي فناقشت معي قضية حقوق المقعدة من أصحاب الحاجات الخاصة كذا إلى آخر ثم قاتلي كيفاش نعاون الجزائر مقعدة على كرسي تسأل كيف نساعد كيف نستطيع أن نساعد بلادنا كيفاش نقدر نعاون بلادنا كيفاش نقدر نعاون الجزائر كم رأي هذا السؤال طبعا هذا السؤال سمعتم من كثير آخرين وأنا شاكر لهم لأن هذا هو أهم سؤال اللي لازم نسألون نفسنا ونجاوبوا عليه ونمضوا فيه كيفاش نعاون الجزائر الآن خاصة إخواننا اللي في الخارج أنتم إمكانياتكم وظروفكم أحسن بكثير أيضا كثير الناس في الداخل يستطيعون أن يقدموا وهم يقدموا لكن هذا السؤال هو مهم جدا نجاوبوا عليه الأخت مقعدة على الكرسي تسأل كيف نساعد الجزائر فإخواننا اللي رأكم بصحتكم ورأكم بوظائفكم ورأكم في مراكز مهمة ورأكم عندكم أموال ورأكم أنتم من باب أولى أنتم تطرحوا هذا السؤال جميعا كلنا نطرحوا هذا السؤال ونجاوبوا عليه كيف نساعد الجزائر يعني الجزائر ستنهض بإذن الله هذا الوضع سيمر آه هو وضع صعب كثير بعض يقولوا لي كيفاش اليوم واحد من الأفاضل قال لي قال لي المومو يدونجر يقول له لا المومو يكريسيال بالصحيح أنه ليس دونجر المومو يعني اللحظة مهمة جدا وحساسة جدا ودقيقة جدا ولكنها ليست خطيرة نحن اليوم في أفضل أوضاع قبل سنة كنا موات كان يتكلموا على عهد الخامسة ويتنكتوا علينا ولد عباس ويحيا والأرن دي والأفلان وقايد صارح وكلهم يحضروا في نفسهم للعرس من العهد الخامسة ونحن كل ما يعنيناش الأمر الآن راهم مرعوبين وجزء منهم راهم في السجون وجزء راهم خايفين وجزء راهم هاربين هذا راهم هذا راهم مش بسيط راهم قايد صارح ما كانش باش يسجن صحابه لو كان ما كانش القضية أنها صراع على السلطة بيناتهم وأيضا كان مهم أنه يقدم شيء للشعب لأن الشعب كان سيسقط الجميع وأختنم الفرصة هو أخذه شهر ونص ولا أنتع أنتع الشعب كان عاطفيه ثقة لكن هو طبعا كان يربح في الوقت ولذلك مرة أخرى أذكر جنرالات اللي حاول القيد صالح شوف انتهى زمن تسعينات زمن القمع القتل هذا انتهى انساوه وأرني قلتها لكم عدة مرات ونعود نذكركم بها هذا التذكير ليس تهديد كل قوائم الضباط كل الجزائريين الضباط في الشرطة في الدرك في الجيش كلها موجودة ونعرفوها بالأسماء وبالأرقام واحيانا بالعنوين وبالوظائف حتى يعرف الناس باش ميرتكبوش حماقات باش ميقروش هكذا من راسهم أنهم يخرجوا الدبابات ويبدأوا يقتلوا كما داروا في تسعينات لا مدروهاش اخواني اخواني الجنرالات مدروهاش من فضلكم لأنكم لن تتمتعوا حتى بوقتكم لن تتمتعوا بأموالكم الجزائرين في كل مكان وهذه المرة لن يستسامحوا إطلاقا فالحل في أيديكم والطريق في أيديكم الشعب خرج يطالب بحقه يطالب بدولة مدنية ويطالب أنكم أنتم تذهبون إلى العمل العسكري وتقومون بدوركم العسكري فمن فضلكم كونوا مع الشعب ولا تكونوا ضد الشعب استمعوا للشعب أنتم لستم أوصية عليه أنتم لستم أسيادوا أنتم أبناءوا ويجب أن تفكروا على هذا الأساس أنتم أبناءوا ولا تفتحوا أبوابنا وحدودنا الجحيم قلتها لكم أكثر من مرة اليوم بشار يمكن تناقش مع الجماعة القيناها ما هوش رقم سبعة القيناها رقم ثمانية في سوريا قبل بشار روسيا وإيران وأمريكا وتركيا والخليجيين والأوروبيين وحزب الله ثم يأتي بشار رقم ثمانية قبل ثمان سنوات أو تسع سنوات مثلا كان هو رقم واحد هو الذي يقرر في سوريا كلها لو استمع لشعبه لما أصبح رقم ثمانية وربما ما يعرفش حتى وين يبعت والحرس يقرره الروس ويقرره الإيرانيين وغيره إذن ما تلعبوش جزائر قارة ما تلعبوش تحاوروا مع الممثلين الحقيقيين الشعب الجزائري وعلى ذلك الممثلين الحقيقيين في حديث على على لقاء لمعارضة في استجويل صراحة أقولها لكم بكل صراح رحابي الناس كثيرين أنا أعرف رحابي من 86 هذه أول مرة أقولها عرفت من 86 لما دخلت الوزارة الخارجية عرفت والتقيت كان في حاجة يسموها الـ الـ وكان عندي زميل هناك وكنت ننزل ونتلقاه هو على المستوى الشخصي وعلى المستوى الترحيب لازلت تتذكر عرف 86 وأنا دبلوماسي شاب كيف كان يرحب بنا وهو مدير ويجلس معنا ويتحدث إلينا إلى آخره على أساس أننا نحن وياهم كلهم ديزينارك يعني هو فقط متخرج قبلي بثمان سنوات من دفع الـ 11 لكن رحابي تصرفاته تبقى أنه كان مع كان مع الانقلاف 92 وكان وزير عن بوتفليقة وكان وابوتفليقة طردو بطريقة أراد أن يقدموا كمثال كمثال للباقي أهانوا إهانة شديدة وطردو من مجلس الوزراء ولما استقال رحابي عاود تكلمه قال له الوالد راه يداري تلك الطعام ورح تاكل معي الطعام راح تكلم مع هذا الطعام وتراجع الاستقالة لأنه ظن بالإخلاص الموضوع انتهى راح تكلم مع بوتفليقة الطعام وتراجع الاستقالة قال خلاص مش مستقيل وبعدين بعدها بنهار خرج بوتفليقة قرار قالت رحابي وش حبي يقوله حبي يقوله أنت لست هنا لكي تستقيل نحن الذين نعينك ونحن الذين نقلك فمس محلوش حتى بش يستقيل هذا اللي خلى رحابي يكون بعيد فقط على السلطة وإلا هو كان فيها الآن هذا الماضي هل سيفعل في المستقبل أشياء مختلفة نتمنى ذلك كل ما نريده أن لا يكون متلاعب مع النظام ويدخل في عادة إنتاج النظام لأن رحابي هو من نفس المجموعة يعني هو كان مع ويحيا ومع سلال ومع العمامرة كلهم زملاء هل رحابي يتعلم في هذه الفترة تقريبا عشرين سنة منذ أن طرد بوتفليقة أو تسعة عشر سنة هل تعلم أشياء نتمنى ذلك لكن كانت هناك تجربة في مزافرون اثنين لا تقدم أي شيء تقول أنه تعلم إذن لرامراحين في استجويلية لازم يفهمهم ليه أنهم لازم يكونوا مع الشعب شكلا ومضمونا روحا وواقعا وإلا فالشعب سيرفضهم وسيرفضهم كما رح ينظر الآن للأرندي والأفالين خاصة أن هناك تحفظ كبير من الشعب الجزائري حول الأحزاب شيء مؤسف أن يكون شعب كامل ينظر للأحزاب على أنها شيء سيء لأن أي شعب أو أي بلد يحتاج أحزاب لكن الشعب نظر لهذه الأحزاب لأنه عنده تجربة فنتمنى أن تكون تجربة القادمة وستة جويلية هذه في خدمة الشعب وأن لا تكون لعبة لعادة خطرشي لما شفت لابياس نتحدثت على مؤتمر ستة جويلية ودرت له بيبليسيتي وكذا لما تتكلم عليك لابياس اللي هي الوكالة وكالة العصابة ولما يتكلم عليك تلفزيون ويشكرك فمن حق الناس أن تشك أصبحون على خير إخواني سنعود لهذه الأحاديث وغدا بإذن الله لدينا لقاء في الرببليك في مظاهرة للجزائريين هناك إن شاء الله إذا كانت ظروف مناسبة سأحضرها فحي الله لأحرار أينما كان السلام عليكم ورحمة الله